موسيقى 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 مساء الخير كل مقدمة بنحكيها بالبرنابج بتعبر عنا وعن الشي اللي عم يصير برياضتنا كتير بتمنى انه اطلع واحكي كلمة ألف مبروك ونحكي عن الإنجازات لكن للأسف بالعكس عم نحكي قديش نحنا بوضع رياضي ضعيف كرة السلة اللي بآخر سنتين كانت جيدة على مستوى الدوري وتحديداً عم احكي عن الحضور الجماهيري لكن المستوى الفني تحت الوسط ونتائج انديتنا ومنتخباتنا بالمشاركات الدولية الخارجية هي أكبر دليل تأملنا خير قبل مشاركة منتخبنا الوطني بكرة السلة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس لكن للأسف خرجنا من الباب العريض بالمركز السادس من أصل سد فرق هون أي متابع وأي إنسان طبيعي بيسأل ليش هيك صار معنى أنا رح لكون ليش صار معنى هيك لأنه التحضير الغير كافي بيوصلك لهيك نتيجة التخبط بقرار المنتخب من لاعبين وإداريين وكوادر وا 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 بيوصلك لهيك نتيجة التدخل بأمور المنتخب من الناس ما لها علاقة تدخل بالمنتخب كمان بيوصلك لهيك نتيجة عدم كفاءة إدارة لعبة بيخليك تكون بالمركز السادس وين؟ على أرضك وبين جمهورك المشكلة ما بلشت هلا المشكلة بلشت من تصفيات كأس العالم وقت خسرناه مع البحرين وإيران بصالة الحمدانية بحلب وللأسف ما حدا عطى للأمر أهمية وناقوس الخطر شبع داء شو عملنا بعد الخسارات بحلب؟ فعليا ولا شي استمرنا بنفس النهج لا وعلى أسوأ وللأسف ومشان ما يفهم كلامي بمكان تاني أنا تحديدا عم أقصد اتحاد كرة السلة السؤال الأهم بعد هاي التصفيات شو رح يصير؟ رح نرجع للوعود الوهمية وتمشي القصة مثل ما كان أو كأن شيئا لم يكن ولا بالفعل ستحاسب المقصرين بالعمل ونبلش بخطة جديدة من ناحيتي تشكي يصير شيء يسعد مساكن حلقة جديدة من 90 دقيقة بتمنى تتابعوها معنا للأسف الرياضة ليست بخير مساء الخير مجد مساء الخير كوتش عمار بنقول هارد لك لك كرة السلة بعد ما كنا عم ننتظر نحنا أنه نعمل شيء منتظر بس يعني هذا اللي صار النتائج ما تحقق مثل ما نحنا بدنا بنقول للعيبة يعطيكم ألف عافية بنقول للعيبة شكرا لكل حدا قدم كل شي عنده شكرا لكل حدا ما بخل على هالجمهور السوري اللي هو بحاجة لفرحة بأي نقطة عرق كانت بهاي المباريات اللي صارت بنقول أهم شي إنه مبروك نحنا بالنهاية قدرنا نستضيف على أرضنا منتخبات دولية منتخبات عم تنافس على مستوى عالمي كانت موجودة عنا ومنتخبات عم تتطور عم تنقل اللعبة لمكان تاني ببلدة قدمت فرحة لبلدة أكيد هاي المنتخبات بس نحنا لسه على ما يبدو بدنا شغل كتير ويمكن بدنا سنة سنتين لحتى نحنا نوصل للمكان اللي بدنا يعاني بالنهاية شكرا للجمهور اللي كان موجود وإن شاء الله تكون هاي باكورة لعودة الملاعب السورية لاستضافة البطولات والمحافة الأرياضية العالمية بكافة الألعاب أكيد كلامنا هون وقت اللي عم نحكيه من كنا نحكيه من مطلق يقوله من حرقة قلب مشان العالم بس تعرف بشو اللي عم نصير بموضوع أرياضة كلاتنا أكيد نتأمل الشيء المنيح لمنتخباتنا لكن للأسف اليوم التصريحات اللي عم تطلع من اتحادات الألعاب وتحدينا خلينا نحكي من الاتحاد كلتسلية اللي كنا عم نسمع بمنتخب مبشر وبشكل جديد للمنتخب وشكل تأملنا بالخير من ناحيتنا كإعلام وكجمهور كذا احنا بنشوف انه الكل بيتحمل مسؤولية اتحاد لعبة أندية لاعبين المنتخب كعدر فني وإداري مطالب الجمهور مطالب جدا بسيطة أكتر من بسيطة الجمهور بهموا انك تأدي أكيد بغض النظر عن الفوز والخسارة ولكن وقت اللي بيلعبوا اللاعبين وبيقدوا بشكل صح بيطلع الجمهور بيسقف انهم براضوا عليكم قديتوا مربحتوا ولكن قديتوا الأداء هو المشكلة اليوم بمنتخب كرة السلة أكيد رح نعرف كل هذا الشي مع ضيفنا رح يقوم معنا بالاستوديو ولكن في تقرير عن البطولة بطولة التصفيات اللي صارت بيد دمشق رح نشوفه ومستعبت ضيفنا سوا مشاركات هزيلة ونتائج غير مرضية عنوان عريض نضعه لمنتخباتنا الوطنية ففي التصفيات الأسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس لكرة السلة لم يكن حال منتخبنا الوطني أفضل من منتخب كرة القدم مودي عن التصفيات التمهيدية لأولمبياد باريس بأسوأ طريقة ممكنة دون أن يترك أثر إيجابي يدعو للتفاؤل لما هو قادم ليتجاوز الفشل ملاعب كرة القدم ضربا بقوة صلاتها التي مثلت النجاح الوحيد باستضافتها لهذه التصفيات نجاح شهدت له جميع المنتخبات المشاركة لكن فرحة الاستضافة ونجاحها لن يبقى محفورا في عقول الجماهل طويلا فالمنتخب خيب الآمال فبعد استقتاب الإسباني خفير كمدربا للنسور والاستعانة بلعبين سوريين مستعدي للجنسية رفعت الجماهير السورية سقف الطموح خاصة مع نتائج وأداء إيجابي في معسكر أندونيسيا الذي أعلن به المنتخب جهزيته للتصفيات كل هذه الأمور كانت تبشر بالخير في ظل تصريحات دعا بها مدرب منتخبنا الجماهير للتواجد لمشاهدة كرة سلة مختلفة ومتطورة لكن المحصلة كان خروج المنتخب بخفي حنين متذيلا الترتيب أداء ونتيجة خمسة مباركات لم يتذوق فيها طعم الفوز سوى مرة واحدة أتت بشق الأنفوس على حساب المنتخب السعودي فيما توالت الخسارات واحدة موسيقى 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 تقبل الشهادة الثانوية مهما كان نوعها تاريخها أو معدلها مدة الدراسة سنتين أصص الجسر الأبيض أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ببرنامجكم 90 دقيقة طبعا نحن دغري في ناب المقدمة ودغري حكينا عن آخر شيء صار معنا رياضيا أهم حدث هو كان حدث التصفيات الأولية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 لكرة السلة ما رح ننسى دائما بحلقة التسعين دقيقة موضوع المسابقة مسابقة التسعين دقيقة اللي رعم تكون معكم أسبوعيا ما في حدا خسران معنا نهائيا عبارة عن تسع أسئلة كل ثلاث أسئلة إلن مبلغ مادي بعد ما تجاوبوا عليه أسئلة منوعة أسئلة رياضية وأسئلة أيضا منوعة بدأت تكون من كل الأمور إن كان منحكي ثقافي إن كان منحكي اجتماعي وغيره مثل ما قال الكابتن عمر قبل ما نطلع التقرير في النظيف رح يجاوبنا على كل أسئلتنا بتخص كرة السلة اللي بتخص اتحاد كرة السلة بتخص منتخب كرة السلة ومدرب كرة السلة ما في حدا أكتر من الكابتن طريفكو قوتراش رئيس اتحاد السلة في سوريا ليكون هو مع نظيف في تسعين ديالة جاوبنا على كل هاي الأسئلة أهلا وسهلا فيك كابتن أهلا وسهلا أهلا وسهلا عمر أهلا وسهلا خير كابتن كيف كون بس بالبداية قبل ما نبلش بدي ناخد كل واحد مساحته بالحكي مية بالمية ونسمع الأجوبة اللي بتحبوها مقدمة غير موفقة من حضرتك باستثناء نقطة واحدة إداء اللعبين بالبداية إذا سمحتوا لي بس توجه الشكل انت بدك تسمح لي أول شيء جاوب على الكلام لا هلا بس خليني مشان مشان لا 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 أفهم كتن مشان نبلش أنا أحترم أكيد بس مشان نبلش حلقة صح كل إنسان له رأيه أكيد أحترم تقييم إذا موفق أو موفق هذا نحن يعينينا نحن كأعلمين لا أنت أنت عم توجد الاتحاد كرة تسلي أنا جاوبتك علي أكيد هذا الشيء رح نحكيه ضمن الحلقة أكيد ولكن إذا نحن موفقين بالمقدمة أو موفقين نحن هذا عم نطرحه لجمهورنا نفس الأسئلة اللي سألوها جمهور نحن اقتزلنا أسئلتهم فنحن موفقين بموضوع المقدمة لأنه هذا من نبض الشارع وليس مننا رأيه الجمهوري بالبداية بدي تشكر لساس فرع اسمع الله اللي هو أكثر شخص بالنسبة لي عم بقدم لرياضة سورية وبكل وعي وانفتاح كيف يمكن تطور كوريا سوريا من وجه له تحية أكيد رقم 2 يعني أنا أقدر رأيي الاستحاد مع محبتي الكاملة اللي وموفق جماعه وعلاقتي الممتازة فيه بوقت كامل كمان من وجهة تحية لنا سيد اللي ومحر ستاز علاء زوخجي هللي هو الرجل الأول في الصلاة هللي ما بتقول له على شغلة بيقول لك لا فشكرا أستاذ عبد الناصر كاركو هللي هو مكتب تنفيذي مسؤول عن ألعاب الكران هلأ علي درويش كل المحبة وشخص أكثر من رائع وهللي عم بقدمه للرياضة السورية كرجل أعمال وكرجل شوي تاني حيصير فني فكل التحية والمحبة على الجهود يا من بالي أنا بيعتبره الساحر وعلي درويش خصره نادي الوحدة أنا هيك لقي يا من بالي الساحر هللي على المستوى العلاقات والتنظيم والإدارة خصرته نادي الكرامي طبعا أنا ما بدي الداخل بشغلات بس أنا عم بحكي لك أشخاص شغلوه كابتن عبود شكور المدرب الوطني أول منتخب تحت 23 أو 21 حيكون بقيادته هلأ أنا جاهز وتحت الأمر أول شي بدي أوجه تحييلك للأسماء اللي ذكرتها لأن الناس أكيد عم تشتغل لكورة السلية وتشتغل بحب شكل الاستضافة والشي اللي صار على أرض صارت الفيحاء مو أنا كل العالم حكيت أنه كل شي كان ممتاز من شكل أصالي وأنا بعرف أدي أشتعب اتحاد الرياضي العام واتحاد كورة السلية تماما لتجهيز كنت بتمنى تكون هاي بالمقدمة تماما لا هذا الحديث أكيد لازم تحكيه نحن نعطي كل إنسان حقه فالمقدمة حقه وهذا حقه أكيد أكيد كتير اشتغلوا واشتهدوا اتحاد الرياضي العام هذا واجب وأكيد ولكن الواجب واتينتج بطريقة جيدة على مستوى آسيوي خلينا نقول 70-80-90% نحن عاملين نجاح بكل شيء باستثناء المستوى الفني مع عدى كورة السلية لا المستوى الفني مو كورة السلية هاي كورة السلية لا نحن بحكي منتخب نحن حلقتها اليوم منتخب اوكي تمام عملنا كل شيء منيح معدى وهذا الجمهور اللي ما بيهمه مستعد يشجعك لو كنت على ملعب زفد ولكن تربح ملعب زفد؟ هذا الشيء بما معناه يعني بما معناه لو كنت على ملعب شو ما كان شكل الملعب انتوا اليوم في مواصفات لحتى تقدروا تستضيفوا هاي البطولة لو ما قدرتوا أكيد ما رحيتوافق على وجود هاي البطولة في دمشق وهذا الشي بالعكس نحنا نعتز فيه وشوفنا كديش الفرق اجيب وكديش كانت ردة فعل الفرق المهمة من 2016 نحنا استضفنا هيك بطولة ايه؟ طبعا استضفنا بطولة ناشئات غرب آسيا ناشئات غرب آسيا؟ غرب آسيا بهاي الصالة هيك نعم لا مو بهاي الصالة هيك نحنا كابتان هيكينا عن الصالة لا 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 انا ما بدافع على الصالة بس لا اقول اليوم بطولة غرب آسيا تحت ال16 كان فيها اندية وليس منتخبات نادي واحد كان نادي واحد كان ولكن منتخب سوريا كان ممثل بمنتخب سوريا وعمل نتائج مقبولة أنا اللي بهمني منتخب سوريا ما بهمني مين عن المثل مياه صحا نحكي نحنا بالاستضافة بالشكل العام ناشئات منتخب سوريا تعمل بطولة عالمية صحيح صحيح ولو ما قدرتوا تأمنوا المواصفات المطلوبة مثل ما منقول ABC اكيد ما كان خلينا نروح حتى ما روح القرقة فورا فورا السؤال الي هو انا بحكي اليوم انه كل شي كان منيح ما عدا كوريت السلي بهي البطولة لم المنتخب السوري شو اللي صال بداية انا بدي لكون اني انا اصلي سنتين من سليم اتحاد كوريت السلي فانا بشتغل بستراتيجية واضحة وشفافة وصادقة اتجاه كل الاشخاص اللي عم اشتغل معهم واتجاه البلد وفضل البلد علي فانا بشتغل بهي السياسي نحنا قبل سنتين عمر قبل سنتين وين كانت منتخباتنا شو قدرنا نشارك مع كل الاحترام والتقدير للاتحاد السابق حتى ما حدا يفكر انه نحنا عم نلطش بحدا لا لا حتى الحفاظ على كرامات الناس الاحترام وفريق العمل اليوم شو النتائج اللي محققها المنتخب الوطني من عشرين سنة اذا المنتخب الوطني ما حقق من عشرين سنة ما لازم نطبق بس خليني اكمل لك بس انا عم بحكي صدق انا اليوم اجيت على اتحاد كورة السلم بستراتيجية واضحة اهمة انشاء دوري قوي دوري منظم لأقدر اخذ منتخبات ممتازة للناس اللي بداية عم تحكي انه عملنا شو بالصالات وشركات اعلانية وشركات ومصاري وكذا هذا جهد كل الناس حكيت وقت ملاعب كورة القدم منا منيحة شو الملاعب ممنيحة نحنا بلشنا بالبنية التحتية عمستوى الاتحاد والملاعب هذا واحد رقم اثنين نحنا اداريا ضعاف وما زال عنا صغرات وانا يمكن يكون عندي اول صغرات كرئيس الاتحاد نحنا عم نشتغل بنظام مختلف كليا عن السنين السابقة قبل حتى الاتحاد السابق اول مرة رحنا معسكراتنا رحنا على روسيا عمر لأول مرة بيغادر منتخب تترستان رحنا على هالهني وجبنا مدرب اميركي ولاعب من الطراز الزجية جورج كيرك لكم تعرفوه تريكل تريكل طويلة لتحضير المنتخبات ليش؟ لانه اليوم دخلت الفيبة ودخل اللاعب الاجنبي بيعطوك يومين قبل البطولة ليلتحق اي لاعب اجنبي معنى هلا نحن ما كنا معوادين على هالقصص لانه لا كان لعب خارج البلد ولا جايبين لاعبين لداخل البلد بلشنا هون المنتخب اتاخذ 18 لاعب لتترستان دعمنا المنتخب بلاعبين صغار بداية ادلبي عمر وعزري وكمان لاعبين شباب صغار هون بلش الشغل اللي انا عمار غميان كان بهذا عمار غميان تماما وهون بلش الشغل اللي انا عم بركز عليه كيف بدي طور المنتخب وطعم المنتخب رحنا على بطولة الويندو قدرنا نربح على ايران وخسرنا مع قطر وكانتي الاية مع كوسي المفروض نربح على قطر ونخسر مع ايران عملنا هاي القفزة النوعية اليوم انا عم بشتغل بامكانيات محددة لا استطيع اقامة معسكرات غير بروسيا وبايران ونحن عطول مجموعتنا كازاخستان وايران عطول نحن ما لعبانين مع فرق تاني ابدا رحنا على ربحنا على البحرين باردن وخسرنا مع ايران باردن بعشر واثناشر نقطة كل الطموح اللي عم نشتغل عليه انه نحن بالويندوز اللي بنستقبل فيه ببلدنا بصالة الحمدانية وقصرينا على صالة الحمدانية للجمهور الرائعة اللي بيحرار بهذا الشغل وبوضع البلد الاقتصادي والسياسي في عنا مشاكل كتير كبيرة ما منقدر نحكي عطول بالاعلام كذا اللعبين هاللي عم نجيبون ممكن يكونوا داخلين للكيان الاسرائيلي الكيان الصهيوني ما فينا نفوتهم هذا الشيء واضح وهذا مو انا اليوم ماني جاي برر جايين نتناقش كلنا لمصلحة كوريت السلي السوري لا بس قلت لك بدك خليني كمي رح خليك رح خليك بس انا اليوم كابتن عم بحكي على هاي المرحلة هاي المرحلة هاي المرحلة كلها رح نحكي على استراتيجية والله رح نحكي يعني جاي وقتها معنا 90 دقيقة نحن معنا مشكلة بس رأي الله كمر انت عم تسألني وانا لازم جاوز طيب عرفت رحنا على الويندوث شيء مانو طبيعي اللعبين تكبلت خافت لعبت مدرب نيح مع مدرب نيح مهم رحنا على اندونيسيا تصفيات نهائيات اسيا انا ترتيبي تصفيات نهائيات اسيا 12 على اسيا هيك طلعت نعم تمام خلصنا بلش الدوري حاولنا مجدد بالدوري بلعبين اجانب بالفانيل فور انا ما عم ساوي اللعبين الاجانب بالفانيل فور اللي عمل شو انا كل البطولة توصل وانت بتعرف عمر وبطولة السوبر هاللي عم ساوية هي لادخال العنصر الاجنبي وتطوير اللعبة وتطوير اللعبين تماما ليش لانه بيوصل نحنا بنبعد فرقنا تلعب مع الفرق اللي كلها مطعمة باللعبين باللعبين اجانب هالسنتين كابتن قدر الدوري يفيدك شي بها السنتين تطورتش من الدوري اتوك اتحاد بدون ادنى شك في فائدة حمر حكا نقطة رئيسية انه الدوري المستوى الفني وسط دون الوسط وهذا حقيقة ليش هلا حنحكي شو اللي عم بيصير اليوم بهاي الفترة بلشنا نحضر خابرنا الاسباني اجاب قبل 25 يوم بالبطولة وهيئنا لعبين اجانب سوريين ارجنتينيين واحد من صدد من حمص واحد مصافيتة وامليانو مكتوب على ايدو بالعربي يعني زائد اندري فارس واشتغلنا مع الاتحاد الاسيوي انه نحنا هاي وراء اللاعبين وهي الامور بدنا تجاوبوا معنا وكذا الخير واشتغلوا وما في مسكو كابتن خافير اخواريس كان بدمشق قبل 25 يوم من معسكر اندونيسيا لا قبل بيومين انت تقول لي قبل 25 يوم الفترة الزمنية اللي معنا خافير باندونيسيا والبطولة 25 يوم من المعسكر من بعد الدوري تماما كان فيك تعطي راحة اسبوعين بين الدوري وبين المعسكر وترجع بتجيب اللاعبين انا انا عفوا امت تخلص الدوري عمار؟ خلص قبل بشهر وشوي من معسكر المنتخب لا لكا لا 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 طلعوا لنا تواريخ امت انتهى الدوري طيب كابتن مش هننحكي باريحية في مشكلة بتحضير المنتخب يوم ونص او يومين تحضير مع المدرب الاسباني به دمشق ويطلع على اندونيسيا يشتغل مع هذا الفريق الوقت الدير خلينا اتفعل هذا الموضوع فنيا انت بتعرف وانا بعرف غير كافي وانا حكيته بمقدمتين التحضير غير كافي مع مدرب ما بيعارفوه بدنيا اقل شي بدنيا فريق طالع من الدوري انا بدي حضره بدنيا على راسي لا نتفل فريق طالع من الدوري انا بدي حضره بالاكس يا كابتن ما عمل لك تحضر بدنيا بقلب المنتخب اكيد لا ولكن انت بيلز اكيد يعني لا نصح نعود شهر ونص او شهرين نعمل معسكر لبين ما نوصل للمطولة ولا نصح يجي ابل بيوم ونص أو يومين المدرب ليش عبو تشكور ما نو موجود عبو تشكور ما عد انه دور هللا بنحكي بصد عبو تشكور مين حضر الفريق قبل ما يأتي ثلاث ايام او ربعة ايام خمس ايام خمس ايام. سامحني بها ايداعش سبعة خلاصت الدوري لا يجاوبوني بالكثور ايداعش سبعة وعندك كانت شهر ونص ايداعش سبعة امت بدنا نحنا بدنا المعسكر بسبعة وعشرين شهر بشوار وعشرين شهر بشوارو أيداعش سبعة كنت تدعم شهر ونص ايه ايداعش سبعة اوكي جينا اليوم عم نحكي نحنا أنا ما عم نتناقش عم نتناقش لا لا ما في جدا أنا اليوم هل برأيك مدرب يجي يوم ونصف أو يومين عم بحكي أنا كوتش مع احترامي العبود شكور أخي وحبيبي وصديقي مثلا مدرب الرئيسي يطلع يمرن بالشام بتمرينين أو ثلاثة أو أربعة هل برأيك هذا الشيء كافي؟ أكيد لفريق محترف كافي أكيد هل نحن نحن نفرع هل فريق منتخب سوريا هو محترف؟ نحن بالاسم ايه؟ بالفعل عم بحكي لا ولا لاعب محترف طيب معناتها في غلط لازل كنا نتداركو هي مو مشكلة مشكلة مين؟ هي مشكلة اللاعب لا مشكلة إدارة المنتخب وإدارة الاتحاد تجيب مدربهم لهذا الفريق يا أستاذ عمر أنا عبود شكور أول شيء كل شيء مطلوب بالتحضير هو التنصيق مع المدرب الأجنبي رقم واحد أنا جاي بمعد بدني خاص ولي أول مرة كابتن ميرو كان موجود مع الفريق هلأ أنا ما عم بعطي مبررات أريد لك شو شتغلت تماما حتى ما تفكر أنه نحن اليوم بكل دول العالم بكل دول العالم بطريقة الاحتراف بيكون لعبك جاهز معظم لاعبين غير جاهزين عمرو هلأ حنفوت بالتفاصيل هلأ ما شاء الموضوع المعسكرات اللي هم نحكيها أنت بتعرف أنه كأس العالم على بواب 25 شهد نعم فرق مؤهلة لتعمل كأس العالم ما عم حاكيك مثل مبتخبنا محاكيك فرق مؤهلة سلوفينيا أمريكا سوربيا إسبانيا سلون شهر ونص لبنان لبنان عم بحكي فرق مؤهلة لتعمل كأس عالم عم حاكيك فرق مبتخبت أنت عم تبهنا بهذه الفرق لا لا ما عم شبهكم يعني واقعنا متى واقع هاي الدول بدك تسمعني ديار أكيد إذا هذول الفرق سلون شهر ونص عم يحضر مو صحيح شهر ونص عمر يا أخي والله مو صحيح لكن لبنان يا عمر أنا ابن الباسكيت وبعرف هلأ أميركا عم تحضر صلى شهر ونص؟ يا كابتن والله صلى شهر وشوي صلى الخلصين وعم يتمرر هي مانا هيك القصة هي معسرة دخلية عم تبعات لا لا بقلك شو القصاص كابتن السؤال لح اختصر لك كل شي لح اختصر لك كل شي هل برأيك كطريف قوترش لعب منتخب سوريا سابق ورياضي سابق تركي انه وضعك اليوم انت رئيس الاتحاد هل برأيك التحضير كان كافي للمنتخب لا يدخل على هيك تصفيات؟ لا شكرا تفضل اوكي هلأ نرجع أول اعتزار اجاني من أطلي بلال أطلي وأنتوني بكر بسبب الزواج تاني اعتزار اجا من هاني دريبي كان متزوج والتحق بعد يومين صح تماما هدور من اللعبين المهمين انتوني و هاني انا بيلو ما شفته مع نادي الاتحاد والولد مقاتل من طراحي صحيح اليوم وأنا عم حكيها بكل شفافية وبكل أريحية هل لعبنا بدون اللعبين مستعيدين الجنسية عمر هل قادرين النافس مع هك فرق؟ أكيد لا أكيد لا كثير من معناتها شو عملت؟ بلشت هيئ لعبين مستعدين جنسية مع لعبين دعيت 22 لعب للمنتخب وأنا عطيك في عندي ست أنا قلت هيتغير المنتخب 70% ست لعبين كمال جنبلاط إيمليانو سليم سفر أندري فاريس والأميركي ودافيد هيرمز ودافيد هرب ستة وستة من لعبيننا المحليين تماماً وهذا المنتخب نشغل على هذا الفريق نتيجة التطمينات من الاتحاد الآن سوي معظم لعبين عمر الأول واحد مجد عربشاء كل الشكر والمحبة والجهد اللي قام فيه مجد هو يختلف عن كل اللعبين السبب عمر أنه مجد ما نوصانع ألعاب وأخذ هذا الدور وحمل الفريق على كتافة ثاني نديم عيسى أنا عم بحكيك على المنتخب نديم عيسى من أهم هاللي بشوته بالبلد الوحيد هاللي بشوت من البلد من القص تماماً ولكن من هو درايفر ما بيدخل يعني أخذت الطابة ما بيدخل بشوت عمر الشيخ عليك مع كل الاحترام والتقدير عنده البابا بشوت كاتشنشوت ما بيدخل هابو هاللي هو من أهم دعائم المنتخب هابو شو عمل بحاله السنة اللي مضيت قديش لايب؟ شهر ونص شهر ونص لاعب مترين وعشرين عليه الأدر والإيمي والفعل إنه يكون مع المنتخب الوطن ما إجا جاهز طيب ما أخذ هابو عندي مشكلة إنه هو ضرورة للمنتخب نعم هاني دريبي أكتر لاعب مقاتل في سوريا بيشوت 8 رميات حرة بيحط واحده وهي مشكلة عند هاني وهاني إذا ما بيطوره عنده مشكلة لأنه هو لاعب ارتكاز وبيأخذ هاي الفوض وتلعبنا بإندونيسيا مع اللعبين الأجانب حملوا الفريق وفرغوا اللعبين شفنا براندوم بشكل كتير منيح شفنا عمار الشيخ علي بشكل كتير منيح نديم ومجد شفنا فريق مختلف وهذا التبرير ما له تبرير لأنه نحن المصرود يكون عنا باك أب بلان متل ما حكى علي درويش مين عندي اللاعب الاحتياطي هاللي أنا أحبه وقلب الفريق هو طارق إجابي طارق إجابي مستوى مثل باقي اللاعبين يعني طارق أحده كتير مهم بالدوري ولكن ما بيقدر يعمل لي القفزة النوائية وهاللي صار هو خطأ من الاتحاد الأرجنتيني مو من عنا وهذا صار صار رح نحكي بهاي لص لا رح نحكي بهاي لص فأنا عم بجيني اللاعبين عمار ولا لاعب بسوريا فيزيكلي بدنيا بيقدر يجابه لاعب من الهند يعني ولا لاعب بسوريا فهذه النوعية اللي عندك هل أنت للشيلي عم تحكين شي فني هذا سبب الخسارة هذا سبب الخسارة لحظة يعني أنا عبر لك شو الأسباب اللي خسارة إذا بدك كمان نحنا تحولنا من الدفاع للنجوم سيئ كتير لأنه ما عنا الدرايفر المدرب بهذا المكان شو كان ردة فعلا شو اللي صار خليني بس أسأل لو سماحكي فضل كيف تطلع عم بحكي ليوم منتخب سوريا هذا بيعني لي ويعني لك ويعني لك كل العالم وأنت بتعرف أنه أنا كتير قريب من هذا الشيء وبعرف شو عم يصير بيصل بالموضوع إن كان فنياً ولا إن كان إدارياً نعم على هذا المنتخب كيف إدارة منتخب أو إدارة اتحاد خليني أحكي أو إدارة منتخب تطلع بفريق بمعسكر إندونيسيا بتلعب بلاعبين ما عند أوراقهم تكون جاهزة مية بمية لا أوراقنا جاهزة خليني بس 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 لو سمحت بس أعطيني ثانية بس ما رح طول عليك أوراقهم غير جاهزة سليم سفر وإيماليانو بسابي ما بيقدروا يلعبوه لو صلتوا لمكان ساعة عشر ونصف صباحية مباراة الهند قالوا لك ما في هذول اللعبين هون المدرب فينا يقول لك عليك أنت كا اتحاد ما عليك يا طريفاً بحكي كا اتحاد ما أمنت لي هذول اللعبين أنا موعود بهذول اللعبين ما أمنت ليهم ممكن يجي لولاك اللعبين إننا كان عنا قوة ضاربة بسليم وهذا اللي صار وهذا اللي صار طبعاً هذا اللي صار هذا الملف يلي هذا الملف الكبير بس جاوبني عليه لأنه أنا جد صرت محتار لأنه كثير عملت بورت على هذه القصة بس جاوبني أنا مأكد إنه أصول سوريا من اللاعبين وما عندي شك بهذا الموضوع ولكن كيف سليم سفر لاعب منتخب أرجنتين أرجنتين كابتن منتخب أرجنتين سنة 2021 رح يرضى الاتحاد أم بحكي قانونة رح يرضى الاتحاد الدولي يجنس لك يا أه ويعمله إعادة جنسية كلاعب سوري كيف إيمليانو بسابي لاعب منتخب تحت 22 سنة ولاعب كثير مهم بالمنتخب الأرجنتيني رح يجنس لك يا أه رح يعمل لك إعادة جنسية الاتحاد الدولي وبتعرف إنه هذا الشي صعب لا بانه صعب بس تقول لك وين المشكلة يا أمار هاللي عم تحكيه مئة بالمئة الفريق تجهز بمجموعة ولعب بمجموعة تانية قدلت لهبوط معنويات الفريق بشكل كبير بداية بالمجنس المجنس اللي قدم مستوى سيئتي رح نحكي عن المجنس نحنا اليوم بعثنا الوراق كله وأنا حكينا مع أندرياس أمين الاتحاد الدولي في كوريت السلة نعم وبعثنا الوراق وجعنا بعثنا كل شي مقلوب فايل كامل كل شي مقلوب بالاتحاد الدولي عمار بيجي استثناء من أندرياس إنه لمصلحت لعبة كوريت السلة وتطوير اللعبة الفرع اللي مثل بلادنا يسمح بمشاركة هذول اللعبين مع منتخباتهم وبناء على في لاعب أميركي تجنس مع جزر البهامة ولعب مع جزر البهامة هو أميركي قرار لتطوير اللعبين زين النجداوي لاعب المنتخب الأردنيين نفس الشي صار فيه تماما أوكي فما أنت عندك فكرة اليوم عمر الخطأ القاطر العفن العفن وأنا بعرف وين المشكلة اللي صارت بس للأسف يعني بحكيها بوشك نحنا على الهواء بالمراسلات وبالشي اللي صار وبالإنسان مع احترامي لإله وصديق وعزيز يلي مستلم هذا الملف ما كان الوضع مية بالمية بس أنا ما بمحض دفاع أنا أنت بمحض اشرح لك شو اللي صار أنا راح وأنا راح ساعد وأحكي شو اللي صار اليوم بعثنا لورا نعم وبعثنا إيميل أنه هدول اللعبين بسابي وسليم سفر مشاركين مع منتخب الأرجنتين بتواريخ التالية تمام؟ وبعثنا كل هذا الملف أندريا حكى مع سويسرا أندرياس حكى مع سويسرا قال له نقبلوا الملفين هون عطانا التطميم بقبول الملفين يعني الأمور ماشية إحنا بعثيه أنهم هدول اللعبين مشاركين مع منتخب الأرجنتين ماذا بعثنا منتخب الأرجنتين؟ بعثنا إيميل موثق لأنه هدول اللعبين 했는데 مشاركين مع منتخب الأرجنتين كم حادعت هذا الإيميل؟ قابله بأربعة أيام شكرا شكرا أوكي سأقول لك شكرا هؤلنا سأقول لك شكرا اندفضل كمل خبرنا .. اجوب وخبرنا أنه إلى جadı على إيميل أنه هدول encantلا عنك їر كيف أنه؟ شاركين تماماً للساعة يوم كانت اللعبة تبعيتنا يوم الاحد السبت الخميس المساء الاتحاد الارجنتيني ها والاتحاد الدولي ارى الوراء قال فيه غلط يا انتو عم تكذبوا يا الارجنتينيا بتكذبوا معناته وراءكم ملعوب فيه فبلش يحقق بموضوع اللعبين خبرنا الاجنت تابعون خبر الاتحاد الارجنتينتو كيف بعتين هاي بعتولنا ايميل انو نحنا بالخطأ عندك هذا الايميل يا ريت زودنا فيه مع رامي يوسف اوكي انو نحنا منعتذر هدول الغلط صار باللاعبين ما أرى الايميل من قبل اربعة تيام انو كان فيه غلط مونحنا ما بعدير خاطب الاتحاد الارجنتيني بعت هذا الايميل كان مفروض اتحادنا لو قارين هذا الايميل قبل بأربعة تيام بعثنا لهم لالاتحاد البطولة؟ ايه بس قيمت انبعتلهم انبعتلهم نهار الجمعة بساعة ستة او سبعة المساء الخميس الساعة ثمانية المساء لمين بعتنا لالاتحاد؟ صدقني بعد انتهاء الاجتماع الفني للبطولة انبعت الإيميل صدقاً لحظة صدقاً هلأ انت عم تحكي اللي بدك يا ما عندي مشكلة عم بحكي اللي بدي عم بحكي اللي بعرفه اوكي وانا بعرف انا لالاتحاد اكيد اوكي فبالمبدأ لبعثوا الارجنطينيون بما معناه هناك تأخير من عنا بهذا الموضوع هذا الحديث حكى لسيد اقوب خاتشاريان بانترفيو مع زملائنا ببرنامج الكابتين انا لم ابرر خطأ اذا نحن نتحمل مسؤوليتكم هذا الخطأ كارسي كابتين كان حط المنتخب بمحل غير محل فنيا بس اقول لي انا كرئيس الاتحاد كرئيس في ملف نستلمه المدير التنفيذي عم اتواصل انا اقوب موجود معنا عم اتواصل مع اقوب شو سبب وجود المدير التنفيذي مع الفريق بالمنتخب بماليزيا وهو مدير بطولة لانه رامي عم نبعثه صار علاقته بالفيبة كتير ميحة والقوانين صار يعملت كتير ميحة شو في شغل للمدير التنفيذي طب يعني معقول المنتخب يطلع يا كابتن وانت بتعرف هذا الشي معقول انا حكيك اليوم كابتن معقول انا حكيك رئيس الاتحاد معقول يا كابتن في فريق بيطلع بلا معالج او بلا طبيب هذا الحديث هذا الحديث معلش اذا بتريد معقول في فريق بيوصل على بطولة ببلده بيلعب بيد عشر لاعب عمار انا سألتك سألتك بالله هل برأيك هذا الشي صح اليوم انا شو بعرفني انه اسحاق عيسى عنده اسحاق عبيد اسحاق عبيد عنده ديسك الله يعافي صار معه اصابة ديسك احنا منعرف انه طيب معقول معقول ما احنا على الروستر على الليست في 16 لاعب او 18 لاعب يعني لو تم استدعاء اي اثنين او اي واحد بعد من انا وجهتلك امر انا اعطوني مهلة لقبل لعبة الهند ساعة عشرة وخمسة وثلاثين صباحا انه نحنا نستنى من الارجنتين فانا كان عندي الخيار يا قللن ما بقدر غير لعيبة او قللن انا مع الانتظار فالمشكلة بده قرار صح اخر لعبين تم متل ما بيقولوا ابعادهم عن المنتخب مشان الشأن الفني هنه طارق ومحمد زيدان طارق ايجابي ومحمد زيدان هل من المعقول نحنا وصلنا على دمشق قبل البطولة بكم يوم وصلنا قبل باسبوع تقريبا خمس ايام طب احنا عرفنا انا انا كنت باول تمرين انا موجود جيت عم بحضر لان انا بحب احضر جيت باول تمرين اسحاق ما ادران يتحرك وما ادران يلعب هل معقول ما كاني تم دعوة طارق او محمد زيدان بس تنكمل اتناعشر لاعب معقول ببلدنا نلعب اتناعشر لاعب طيب على رأسي في مراكز اخد ستة سنترز بس لحظة لحظة عبدالوهاب حموي واحد الاجنبي عمر الشيخ علي فور اخر مباراة لعب بالمطريق هاني عمر الشيخ علي تلعبه خمسة او اربعة كمال جنبلاغ ديفيد هرميز لا ديفيد ثلاث تلعبه بلعب 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 اربعة خمسة اربعة ثلاثة اربعة ثلاثة بدل مع كمال جنبلاث ولا التفاصيل تمام بس انا عم بسألك هل من المعقول يطلع منتخب بلا معالج او بلا طبيب طبعا انا عدى 18 شخص المدعوين هذا السؤال ليش ليس سافر المدير التنفيذي هي مو مشكلتنا هاي مشكلتنا ليش ما نعمل كل شي صح يامين بالي وعلي سافروا احسابهم خاص المعالج تم لانه نحنا ما طلع معنا المعالج اخذنا طبيب نهنيك هذا الحديث من اللاعبين ما كان معهم طبيب من اللاعبين ما كان معهم طبيب طب انت برايك هذا الشي صح لا ليش سافر رامي يوسف لا ما مشكلتنا رامي يوسف انا رامي يوسف عم بقلك انه هو المدير التنفيذي انا بلحق القصة ليش لانه في تأخير باوراق اللاعبين السوريين يلي كان لازم يتجنسوا ليش الاوراق بتصير كلها يدوي ولا عالكمبيوتر عالكمبيوتر طب مو مدير بطولة هو ما مفروض كان يكون قاعد بالبطول مدير بطولة مو حضرته مدير هيك تسميته وين مدير تنفيذي مدير تنفيذي مدير بطولة لا3 مدير تنفيذي لا مدير تنفيذي من هذا ممدير بطولة ممدير بطولة مدير البطولة sued غير البطولة devant الستاذ رامي يوسف ليس له يهد لتقاس أستاذ رامي يوسف لoux uma mantag Vai형 مدير البطولة هو المفروض أن نتابع أمور البطولة 100% موضوع اللعبين المجنسين وين صار؟ وهل برأيك فيه أمل من هذا الموضوع أم لا؟ 100% يعني أنت بتوعيد اليوم الجمهور أنا ما وعد، أنا بشتغل طيب، أنت بتوعيد وعم تشتغل 100% سيكون سليم سفارو إمليانو ليس فقط هم أنا عندي 10 لعبين يشغل عليهم ولعبين المواطنين وين سيكون؟ ما سيكون دورهم؟ لا 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 لعبين أولاد البلد أنا خليني أحكي يعني لعبين الدوري أنا أصدي حبيبي، كل لاعب مشتهر يفرض حاله على المنتخب إذا أعطي لي عندك 10 لعبين، ما عندك في لعبين مشتهرين؟ أه، أوكي لاعبين عم بشتغل عليهم، في لاعب بيجي لهون بيطلع منهم منيح صح في لاعب بيجي لهون بيطلع كثير منيح أنا عم بشتغل على 10 لعبين في نقطة كثير منهم، في عندي لعبين 18 سنة واحد في فرنسا، ويلعب بينادي الثورة، ويلعب بالدرجة الثالثة في فرنسا واحد في ألمانيا، هدول 18 سنة أنا برجع بيجي لك عم بشتغل شيء استراتيجي اليوم، أنا هذا الشغلي، أنا بديه كل هذا الشغل لازم يصب بالمنتخب الوطني وأنا بعتذر من كل الناس من كل الناس اللي إجي تشجعي وخزلناها اليوم، 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 فبالمبدع أنا هيك عم بشتغل اليوم، اليوم، إذا ما بعرف إذا بتقرأ سوشال ميديا أو لا، أو بتقرأ سوشال ميديا كثير والله ما لقف اليوم أغلب الناس عم بطالب بإستقالة إتحاد مشكلتهم بهذا الشيء ايه، وقت أنا بجينك، بس لألك أنا بدي، لحظة لحظة، يحترم مين ألك أنا ما بكترين لا لا، عفوا، ما فينا نقول مشكلتهم لأنني في ناس أنا أكيد، بس أنا اليوم بدي هلي يتناقش أنا ويا بيعرف كورا تسلي يعني أنا المشاهد جاي يستمتع وشوف منتخب بلدي صح في أمور فنية ما بيعرسة اليوم، أنا صلي سنتين، وقت بيطلب مني اتحاد الرياضي العام تقديم الاستقالة، فهي مكتوبة وخاصة صح اليوم، إذا، في جمهور بديو يعني، في جمهور ما بديو يعني، وهي طبيعة الحال رح أقول لك شاري، اليوم هذا الجمهور مجد خليه مجد يحكي مجد، مجد، مجد خليه يحكي، أنا دائماً معك بس أنا بقول إنها كلمة الإستقالية هلأ، أحذر شو، أنت ما عم بتحاول توقع بيني وبينهم لا، ما عم تصعب صعب عليك كابتين، اليوم هذا الجمهور اللي عم يجي يحضر حق يومي وبتعرف الوضع الاقتصادي، أنت ما تحمل الوضع الاقتصاد ما عم حملك لازم يجي يعملوا فرحة يا سيدي، الله يخليك يعملوا فرحة أنا عم حملك شيء ما عندي شك بهذا الموضوع، لو ما عم تشتغل بحكية ولرحة وما في شيء رح يخبي عليك أكيد، في عنا أخطاء بس يا كابتين، الأخطاء عم تتكرر أنا حكيت بالمقدمة، المشكلة ما بلشت من اليوم مشكلة بلشت من تصفيات كأسلحة أنا هون بهي النقطة يا عمر باختريف معا كتير لأننا نحنا عم نجتهد كتير منيح بملف المنتخبات ولكن لتعريخها يحضر لماذا تطلع للجمهور؟ يعني أنا اليوم بقرأ لك تصريحات قبل البطولة، نحنا رح نلعب كرة سلة أجمل؟ أجمل رح نقدم مستوى جيد؟ لا لا أفضل يعني جيد أو أفضل ولا مرة قلت أنا بضمن نتائج ما يعاملك عن نتائج الحق نحنا لم نقدم مستوى جيد وهذا نقطة واضحة وصريحة كبتين، نحنا خطنا على التصفيات ما قالنا رح نتأهلع باريس نحنا كنا ناطرين شيء حلو نشوفه هاي الفكرة، نحنا لم نأخذ مركز الأول لا لا أبدا، نحنا كجمهور واعي نحنا كجمهور واعي، نحنا لم نأخذ أول أنا لعبت لعبة كثيرة مع السعودية والباقي كلهم سيئين طيب، أنا سأكون صريح بهذا الكلام الذي تحكيه اليوم هذا الجمهور العميجي تشيلني عن الوضع الاقتصادي ونتتذكرة بـ 5000 لا، دخلت ناس مرتين ببلاش أكيد، سنحكي بها أكيد تمام مشكورين بهذا المكان هذا الزلمة لا بيهمه إذا كان طريف قطرة الشقيسة لا أكيد ولا بيهمه إذا كان مجلس أنا ولا شيء بالنسبة بيهمه أنه فريقه إذا ما ربح يأدي يطلع من الصالة يقلك يعطيهن عافق الشباب والله أدوا، ما ربحوا، ولكن أدوا صح اليوم يا كابتن بعد لعبة الهند ثاني نهار صالتك نصة فاضية بآخر نهار يعني فقط أهل كرة السلة صح واللي بتحب كرة السلة صح يعني الجمهور بععد عن المنتخب لأنه صاب بخيفة أمان نعم اليوم بهذا المواضيع بتقلي أنا اليوم في ناس أنا أريت أغلب بحب حسب عملي أريت أغلب التعليقات أنه الاتحاد كرة السلة صر له سنتين الطريف صر له ثلاث سنين مع لجنة مؤقتة لازم يمشوا ويفسحوا المجال لغيرهم يجي يشتغل أهلا وصح قديش أنت مع هذا المكان قديش أنت مع رأي أنت عم تشتغل لهذا الجمهور لأنه وأنا عم بشتغل لهذا الجمهور كل لياتنا موجودين اليوم مشان هذا الجمهور أحترم قديش أنت اليوم عندك شك أنه هذا الجمهور صادق بطريقة أو بأخرى لا صادق لأنه يحب لأنه يحب من دون هدف بس لدك تكون منيح بس لدك تكون عم تربح بس مطريف قطراش مسؤول عن كل شي هلا دائما دائما يعني أنا اليوم بهادا الكلام يعني أنا عم بعمل جهدي هلا أنا إذا ما عم بعمل جهدي ومقصر لحالي لازم أن نسحي ليه ما بتطلع وتحكي هذا الشي أنت اليوم قبل البطولة المؤهلة برجع بقالك قلت أنه إحنا رأي طالعين نعمل شكل جديد وضعنا أحسان إن شاء الله وووو وووو العالم متأملت خير وارتفع سقف الطموح العالم صرت تشد كثافة وتشد ظهرة وجهوا على أول لعبة وكانوا مؤازرين قوايا طب أنت عندك علم إني المنظام للهندي اللي عم ما نلعب معه صلوه سنتين ما عندسه دورية هذا بتصريح من المدرب فاصلي ما تتش تجمعهم فقط في وقت المنتخب اتجمعوا قبل هذه البطولة متresser قدي صلوه بالهن؟ صلوه الليها 4 سنون وشاركوا ببطولة اندونسيا اللي كنا فيها شاركوا طبعا واسدين دون لها البطول معسكرات طبعا بس ما عنده دوري ما عنده دوري منتظم نحنا عنا دوري منتظم وعنا جمهور أنا مالي بالهند يا عمار لا لا عم بحكي لك الفرق اللي احنا اللي ابنا عليها المنتخب السعودي جمع قبل 15-20 يوم جهز حاله يعني انت اللي عم تحاول تقوله انه كل الفرق ممحضرة ونحنا محضرين ونحنا ممنح ونحنا ممحضرين نحنا متفين ان نحنا محضرين لا انا بختلف هلأ هم انا اول حلقة ما قلتلي قلتلي ماله كافي التخضير ماله كافي بس نحنا محضرين انا عندي دوري لعبين جاهزة انت قدش براياك اتحاد كوريا تسلي عمل واجبه مع هذا الفريق قديه بتعطيه من عشرة من عشرة واجبه مع هذا الفريق 8 من عشرة 8 من عشرة وهيك النتائج كابتن لك انت انت عم تنسى انه في لعبين ما لعبوا انا عم بلك محضر هذا جمهور ما بيهمه كيف انت ما بيهمه هذا الموزود ان يصار هذا اللي صار بيهمه يشوف اخر شي هذا اللاعب بالملعب يا كابتن والله معك انا والله انا مالي مختلف معك انه بالملف الاثنين اللاعبين يعني هن الجمهور ما لهم بمشاكلك بقلب الاتحاد ومين عندك منيح بالاتحاد ومين عندك منيح بالاتحاد هن بدهم فريقهم يربح اخر شي بناءا عليه رامي يوسف تحدد مسؤولياته بملفين فقط واجبت اربع موظفين اللي يكملوا هادا الملفات مشان ما يحمي الرامي ميطة في خبئة واحدة انا يا عمر اتحادي شوي مكبال بمعنى مكبال ان ضعيف تعتبره ما بيقول ضعيف لانه بحكي اتحادي ضعيف انا ضعيف بس انا خليني احترم الناس انت بتعرف انه انا بيحترمهم بحبهم للكل ولكن بيقولوا انه الاتحاد كرة السلة ما كله بنفس بنفس السوية الفنية او الكم احترام اليوم الناس اللي عم تشتغل عم تشتغل تطوع والانتخابات هي اللي فرزت هذا الاتحاد و انا اصغر جزء بهذا الاتحاد اليوم في امكانيات موجودة مو كل امكانيات قادرة او تاخد قرارة انا جاك بشاني بالنسبة الي ايقونة بكرة السلة تماما كنت بتمنى انه جاك يكون تواجده اكبر ولكن ظروف عمله وشغله اربعة شهر انا ما شفت ولا جاك مصباح فاخوري كنت بتمنى يكون كمان جندي مجهول معي عم يشتغل وكذا ما في ارجل منه وما في اظرف منه عنده بعض المشاكل الخاصة فيه السيد شحادي الارشي بطبيعته اخلاقي الناس بتسميه بهذا الوقت اللي عنده اخلاق كتير ضعيف ابدا ما انه ضعيف لا هو ما انه ضعيف هو حبي احترام لكل الاشخاص استاذ جمال الترك مشتهد جدا بموضوع ثلاثة على ثلاثة وما عم نقدر نساعده كتير بالملف ثلاثة على ثلاثة زينا نصار حاملة جهد كتير كبير بمنطقة الساحل وكتير منيحة وكتير محترمة وكتير قوية سعد مهايني اليوم صلوا فترة باجاهوي بدال هيثة نجمية صحيح سعد اسبدو خبرة كبيرة ولكن حدا فني بقدر باعتمد علي اليوم انا اليوم برجع بلاك عمار بوعيد كل الناس اني انا عم شغل بضميد واخلاق وجهد كبير لتطوير العلد كرة السليم لم انجح مع المنتخبات لتاريخه بدي وقت انا اليوم اذا ما عندي هذا الوقت انا هي التجارة بتعلم منها انا مالي نبي انا زلمي مثلي مثل الناس بيخطئ وبيصيب وبينجح وبيششم كبتال الاستراتيجية بالعلم بعد كم سنها ببلا شؤطف انا اعتقد لازم خمس سنين اربعة سنين يعني السنة يكون سنتين انا ما بدي سنتين انا بدي سنة يعني السنة جاي متل هلوات نعود فينا نحاسبك بقى انه لا انت ما عملت او عملت انه الفريق يتحول بخمسين بالمئة الى الافضاء انت بيان يعني السنة الجاي الحابب الا اذا قالوا لي الله معت خليني رايحك رح ناخد تقرير جمهور نسمع اكيد تقرير بصراحة اشتغل كابتال طريف اشتغل عمل شي حلو الفترة كان في سوق المجنس مية بالمية متفقين انه المجنس سيء ما بعرف شو المشكلة اللي صارت بموضوع المجنس موضوع المختربين كمان فاجأ الكل اداء ما في انسجام ما بعرف اذا العقلية الاسبانية ما عم تنسجم معنا يعني لازم بقى يحط هو النقاط على اكتر اتحاد بتصور اندعم اكتر اتحاد اللعبة صارت الرقم واحد بسوريا لازم يستفيد من هالنقطة وإلا لحيت راجع مثل ما تراجعت كل هذا القدم المنتخب ما موجود منتخب موجود لعيبة فرادة كل واحد عم يلعب لحاله بس ما في باسات ما في جي ما في خطة وين منتر البوطني وين اللعيبة وين اللعيب الارتكاز عم نجنس واحد هذا اجنبي ما عنا لعب ارتكاز بوطني بس في شغلة واحدة كنت زعلان عليها انه اللعبة اليوم على ارض الفيحاء وما في حدا بالصالح الجمهور كتير قليل للأسف يعني المستوى اللعب ما حدا ينزل على الصالح شجع فريق سوريا اللي نحنا كنا عم نتمنى كلهاتنا نوقف الفريق لحتى نشجع وتفوص سوريا فريق مرتب وان شاء الله بيبيض الوش بالمرات الجاي ان شاء الله يا رب بإذن الله انا كرأي شخصي متواضي طبعا مدرب اصغر بالمتخب سوريا مو اكتر من هيك يعني فيه احسان بس انه ما تجد الدوري هلأ بلعتار يعني بتشوفها شوي شوي خطوية خطوية المستقبل بتشوفها ولشنا نفكر شوي صاح ولشنا نتمرن صاح يعني معاك ما بتاخده ما فينا بتاخد نتيجة من اول البطولة اداء مخيب للآمل ما كنا متوحين هيك الاداء اول كاول لعبة كان منتاز جدا بعدها ما كان في اداء بالمرة الشباب بلعبة السعودية لعبوا كتير حلو للصراحة وكان في فرق عن اول لعبة ضد الهند يعني توقعنا مستوى اعلى من هيك بس شباب ادمة كان عاملوا لأدمة فيهم يعني فاجأنا فيه كان ممكن احسن يعني عرفه المجناس واللعب اللعبه مون مستوى صراحة متواضع يعني ما كنا متاملين اكتر من هيك المنتخب البحرين اكيد منتخب كبير كنا متوقعين انه هو يتصدر ولكن مع المنتخب اللي هند بصراحة كنا متفاجئين بالأداء أداء المنتخب كان منيح نوعا ما نزعوه بلعبة بحرين كان بلعبة سعودية كالكمباك اللي صارت كان فرق 17 نقطة للفوز كان بوارا كتير حلوة أما اليوم بلعبة البحرين نزعنا كل شي أطلعبوا ضد سعودية وأجابوا اللعبة كانت لعبوا منيح وقتها ولكن ضد البحرين أبدا يعني ولا حتى قدروا ينافسوا برجاب راح فيكون عن جديد أكيد كمان مسابق البرنامج 90 دي على 1890 من أي خط خليوي ما تنسوا تشاركوا فيها ضمن الحلقة وبعد شوي بعد هذا الاتصال طبعا راح يكون معنا المسابقة لنسأل بالأسئلة الرياضية والأسئلة العامة ولكن هلأ أكيد راح ناخد رأي إنسان خبير بكرة السلة سبق وكان مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة ولاعب ونجم من نجوم سوريا القدامى أحلى تحية وأحسن ترحيب ده الكابتن عماد عثمان من الإمارات العربية المتحدة مصر خير كابتن مصر خير أخي عمار يساعد مساك ساعد مساك كابتن أهلا وسهلا فيك يساعد مساك أخي مسجد ومسحى ضيفك الكريم أبو طارف حبيبي عماد كابتن بشكل سريع كنا منحكي ما بارفزا كتاب تسمعنا عن موضوع المنتخب الوطني الأول كيف شفت البطولة يلي صارت بدمشق تعطينا رأيك الفني فيها لنقدر ناخد أكيد من خبرتك نعرف الشيء يلي عم يصير مع منتخبنا هل نحن عم نمشي بالطريقة الصح هل نحن واقفين بمكاننا بالبداية خليني عمار يعني وزيه تحية لكل إنسان عم يشتغل بشغل بالرياضة السورية بشكل عام وبيكون تسلي بشكل خاص وتحية خاصة لجمهور سوريا يلي عودنا يعني عبر التاريخ أنه جمهور محب للعبة هم جمهور داعم للمنتخب معما كانت الظروف وبأسعب الظروف الحقيقة يعني أنت بمقدمتك اختصرت كل شيء وحكيت كل شيء للأسف يعني أنا بتفهم خيبة الأمل الكبيرة والأحباط يلي شعر فيه الشارع الرياضي وشعر فيه أهل اللعبة يعني كل ما شعرنا فيه مو خيبة الأمل يعني ما كانت بسبب خسارة مباراة هون ومباراة هنا أنا بعتقد خيبة الأمل كانت لأنه عم نشوف يعني مشروع تطوير عام ينهار قدام عيوننا بعد ما كنا نسمع لمدة ثلاث سنوات تقريبا يعني سنتين كأتي حد سلي وفي ست سنة كاللجنة مؤقتة كنا نسمع دائما عن منتخب قوي منتخب حديث منتخب متجدد كنا نسمع تعابير عمل استراتيجي وعمل محترافي بوسائل الأعلام يعني أكتر أكتر تراتيجي ببساطة أذا بدي لخصوه هو الإجابة أنه نجيب على ثلاث أسئلة وين نحن بالوقت الحالي لوين بدنا نروح لوين نوصل وكيف بدنا نوصل إجابتنا على السؤال التالي كيف بدنا ننخل هو الستراتيجية يلي بدنا نمشي عليها هذا ما شفتو أنا يعني نحنا لو أنا كمضاق يعني مضاقق خارجي من خارج الاتحاد بدي أحكم على المؤسسة أنه عم تشتغل بعمل استراتيجي لازم شوف أربع شغلات لازم شوف فيه تخطيط فيه تنفيذ فيه تقييم فيه تحسين هذا الشي ما عم نشوفه وأنا برجع أقول ما عم حكم عليه من خلال النتائج عم حكم عليه من خلال فترة ثلاث سنوات التخطيط هو أساس كل شي لحتى أعرف أنه فيه